السلام عليك في المقطع الراح الجزء الثالث من السلسلة الشبكات العصبية الاصطناعية تطرفت لتيلر سيريز واستخدمتها من دول أحاول أثبتها في المقطع هذا قررت أني أسوي كتاب فيديو فرعي أشرحها وأشرح تباتها أنها مهمة جدا نحتاج كثير بعدين خصوصا في جزئية الوفتمايزيشن و في نهاية الفيديو وأستخدمت تيلر سيريز لشان أثبت فيها أحد أهم القوانين الرياضية اللي لو تسأل أي رياضي أعطني أهم خمس معادلات اكتشفتها الرياضيات و اكتشفتها البشرية بيتكلك واحدة منها أكد أنا بالنسبة لي شخصيا هذه الاولر ادنتي اعظم اكتشفت البشرية من ناحية فكرة مجرد تابع الفيدي ان شاء الله و بحاول أقناعكم طي في بداية دعونا نعرف المسألة و للتسهيل بأبدأ بحالة خاصة للتيلر سيريز اسمها مكليرون سيريز أو مكليرون سيريز أعذروني إذا ما تقبل والسؤال يقول لو عندي دالة f of x ما هي الدالة g of x التي تتساوي الدالة الأصلية f of x بحيث ان g of x كثيرة حدود فمطلوب مني اني أجد كثيرة حدود g of x تساوي الدالة f of x فهذه سيغط كثيرة الحدود فمطلوب اني أجد الحدود التي تتزيل و تتو و تتفري و تتفور بالإضافة لذلك بالإضافة لذلك أحتاج الدالة تكون تقريبية حول نقطة معينة أنا محكم فيها يعني لو اضطريت اني أخذ عدد أقل من الحدود يكون الدالة تقرب الدالة تقريبية g of x تقرب الدالة أصلية f of x حول النقطة الصفر الصفر هذه هي لخلت مكليرون سيريز حالة خاصة للتيلر سيريز بمعنى اني كلما أخذت حدود أكثر بهذا الاتجاه كلما صارت الدالة أقرب وأقرب للدالة الأصلية حول النقطة الصفر يعني لو أخذنا إلى الحد الأول مثلاً تتزيلوا فهذا أفضل ثابت يقرب الدالة الأصلية f of x حول النقطة الصفر لو أخذنا أول حدين فهذا أفضل خط مستقيم يقرب الدالة f of x لكن حول النقطة صفر ليس حول الدالة كلها لو أخذنا أول ثلاث أترام نفس الفكرة هذا أفضل إلى هنا هذا أفضل قطع مكافئ ليشبه الدالة حول النقطة الصفر وهكذا إذا كان الكلام اللي قلت لك بشوي مو واضح لا تشيهم منها بالصور بشوي بكون أول فنمسك مثال وبشرح بالضبط المقصد من الكلام اللي قلت لك بشوي بيانياً أو بالصور فنفترضنا مثلاً للدالة الأصلية أو f of x عندي هي كوسان of x أبي أمثل كوسان of x بدي أعلى كثيرة حدود هذه وضيفت طيب هذا الشكل كثيرة حدود بس المشكلة الحين وش الحدود وش تيتزيل وش تيتغان وش تيتغان وش تيتغان وش تيتغان وش تيتغان كيف حسب فأنت ممكن تبسط على نفسك المشكلة كنت أدري إذا ما أدور على كثيرة حدود خلنا بدور على أول حد يعني خلنا نحلها حب حب يعني بفترض أن كوسان of x تساوي مجرد رقم ثابت هذا كثيرة حدود ببسط الموضوع مربعاً جداً فوش أفضل ثيتا زيرو تمثل الدالة كوسان of x اتذكروا ثيتا زيرو مجرد رقم ثابت خلونا نحاول نحل الموضوع يدوياً نعمل هذه الدالة كوسان of x أدور على دالة ثانية أبارة على الرقم ثابت نحن بحط ثنين مثلا ثنين اللي هو الخط هذا ماشي مرة عالية طيب نقوم نقص ثنين أو أقل من الدالة شكلها ما ينفع طب نقص نص نقص نص هنا ثراث أرباع يعني وش أفضل خط يعني مثلا أنا عندي عدد لا نهاية بالخطوط وش أفضل خط يقرب الدالة كوسان of x تذكروا أنا عندي شي يسهل علي اللي هو أنا يهمني حول النقطة معينة اللي هو حول النقطة صفر تذكروا نحنا قاعدين حاولتوا مكليرنسي حول النقطة صفر طب علق الأبي الخط الأفقي هذا يتقاطع مع الدالة عند قيمة قيمة كوسان of zero طب قول شي كوسان of zero وتحسبها اللي هو واحد فلو أقول مثلا YS1 أوكي هذا خط مستقيم صح أنها بعيد مرة عن الدالة ما يشبه لها بس على الأقل يعني عن كوسان of zero بالضبط نفس القيمة أوكي فأنت كنت تقول أوكي على الأقل أنا أبغى F of zero تساوي G of zero وأنا عندي هذه F of x وهذه G of x أوكي فأبغى ثيتة zero تساوي كوسان zero كوسان zero واله وان فثيتة zero واله وان فعلى الأقل جبنا أول حد الآن يقول طيب أوكي ليش ما أضيف حد ثاني وأقول طب خلاص وش أفضل خط مستقيم يمثل الدالة كوسان of x أحاول النقطة zero أنا أعرف أن 1 على الأقل يعطيني نفس قيم الدالة يعني هنا F of zero ونفسها G of zero أوكي باقي الآن أدور على ثيتة one نرجح نحاول نسويها يدوي بطيئ مثلا زائد x طلع مع الخط المستقيم طب ليش مثل ما هو ناقص x ناقص نص x ولا زائد 0.3x 0.3x أو أفوا آم مستقيم يعني أي واحد من هذولي هو صح أوكي يعني الدالة مائلة هنا فما تدري انت يعني وش أفضل قيمة طيب ما عليش امشوا معي شوية بأن نحاول نحلها كده بشكل يدوي بسوي زوم هنا شوف شكل الدالة كيف بسوي زوم زيادة زوم زيادة طيب الان لاحظوا الدالة ما شوية مرزو منه يعني حول النقطة صفر يبدو ان الدالة أفقية ما لها لا موجب ولا سالب يعني شكل أفضل شيء هنو حط هنا بزيره لاحظوا فعلا عالقل حول الدالة كانوا الخط عفوا G of X و F of X متطابقين حول النقطة صفر طيب الان انا اوكي ما بيحل ايدوي يعني منحلها الطريقة مضبوطة اوكي انت ممكن تستخدم المشتقة عشان يعني يجب تقول تحسب الميل هذا بدل ما تحاول تجد ايدوي صحيح؟ ما يتذكروا ان المشتقة تدالة تعطيك ميل المماس عند كله نقطة يعني اوه اوه لو تحسب المشتقة عند صفر اوه بيعطيك ميل الدالة عند اوه كوسين زيرو اوكي بمعنى انا ابغى المشتقة قيمة المشتقة اوه عند صفر للدالة قيمة المشتقة دالة جي نفس الشي اوكي انا عندي الدالة لهذه اوه هذي عندي جي عبى كوسين Ral نشتقى الأولى للدالة هذه اللي هي مجرد theta 1 وأنا إذا أحتاج أن theta 1 تساوي ناقص sin 0 فبيطلع معك أن theta 1 تساوي minus 0 ماليش أنا أعلم أنه minus 0 هنا في 0 بس أخليها minus 0 لأسباب تكون واضحة بعدها طيب عرفنا على اللقاء لأنه أفضل خط مستقيم يمثل الدالة حول النقطة 0 وهي 1-0x طيب ممكن أيضا تطمع تقول تريبا أحاول أجد أفضل خطة مكافلة فالآن دور أنك تجد theta 2 معامل theta 2 اللي يقرب لك الدالة cosine of x حول النقطة 0 نرجع للنفس المثال لو نضيف مثلا في البداية معامل x تربيع 1 طلع من الشكل هذا فواضح من البداية على الأقل لو أختر عامل يكون بالسالب على الأقل يأخذ نفس اتجاه التقوص لكن باقي درجة التقوص الآن فعلى الأقل السالب حدد للانتجاه لكن باقي القيمة أو 2 مثلا مرة صغيرة لو مثلا ربع مرة صغيرة عفوا كبير وش أفضل قيمة؟ يعني ما هي درجة التقوص المطلوبة على أساس الدالة التقريبية يكون أقرب ما يكون للدالة الأصلية حول النقطة 0 طبعا زي ما في المرة الأولى استخدمنا مشتقة أولى على أساس نعرف ميل المماس عند النقطة اللي حنا مهتمين فيها نستخدم المشتقة الثانية عشان نعرف أو التقوص الدرجة التقوص للدالة حول النقطة اللي حنا مهتمين فيها اللي هي صفر فتكون تدري سيما أنا أقرب في البداية أن قيمة المشتقة الأولى للدالة الأصلية تساوي قيمة المشتقة للدالة التقريبية عن صفر ممكن أطلب أنه قيمة المشتقة الثانية للدالة تساوي قيمة المشتقة الثانية للدالة التقريبية عن صفر طيب نشتق هذه مرة واحدة طلع مينس سين هذه مشتقتها ما رش يسمحوا لان اجاز احافظ على الرقام لان لو بختص الكتير بضيع الفكرة مع الدوار الثانية نشتق مرة ثانية فمشتقت السين كوسين يبقى المينس فخلص نحل ثيتا 2 طلع ثيتا 2 يساوي ناقص نصف لو نرجع للدالة نضع هنا ناقص نصف لاحظوا وجد تقريب جيد جدا حول النقطة صفر يعني تقريبا الى 3 ترباء ناقص 3 ترباء وزاء 3 ترباء يعني تقريبا متطابق طيب والان نكرر نفس الفكرة لو احتجنا معامل ثالث نطلب انه مشتق الثالثة حول صفر نساوي المشتق الثالثة عند صفر للدالة التقريبية ناقص نشتق المرة الأولى في المرة الثانية لاحظوا انه مشتق الثالثة أكسر القعيب اللي هي ثلاثة اكس تربية في تيتا 3 و لو تشتق مرة ثانية ينزل الثنين فالثنين ضرب ثلاثة ضرب تيتا 3 لو نشتق مرة ثالثة خلاص هذا مجرد رقم ثابت والأكس بتختفي يبقى عندك القيم هذه تحسب قيمة تيتا 3 اللي هي ساين زيرو على اثنين في ثلاثة ما عليش انا بحافظ عليها زيرو عشان كما قلت نحتاجها بعدين وهذه اثنين في ثلاثة اللي ممكن تقيلها واحد اثنين في ثلاثة اللي هي ثلاثة فكتورة اوكي فيطلع معنى انه معامل الاكس تكعيب اللي هو زيرو على ثلاثة فكتورية اللي هو زيرو بس زي ما قلت بحافظ على ثلاثة فكتورية اللي أصبحت بعدين الان جاء الدور المعامل الرابع اللي هو ثيتا أفور نفس الفكرة نطلب انها قيمة المشتق الرابع عند صفر تساوي قيمة المشتق الرابع عند صفر للدارة تقيبية فنشتق اول مرة نشتق تكوسين مينس ساين 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 وينقسم الساين مينس ساين وينقسم الساين وينقسم الساين مينس ساين 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 كوسين مينس سين في مينس هنا مشتقة 0 هنا تنزل 2 نفسك مشتقة مضة 4 مشتقة سين كوسين الثابت بيروح يبقى معك كوسين 0 يساوي 2 في 3 في 4 في ثيتا 4 يطلع معك ثيتا 4 يساوي كوسين 0 على 2 في 3 في 4 أو باختصار ثيتا 4 ساوي 1 على 4 تجد خيري هنا مضرب في 1 فهي خلاص عرفنا ان المعاملة الرابع اللي هو 1 على 4 فكتوري وتكدر تعيد نفس العملية تكشف معك انها تدكره بس يعني هي بتكون مينس مينس بلس 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 مينس مينس بلس 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 مينس مينس بلس 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 مرة 0 مرة وان هكذا لو انطبقتها هنا اكي تقلق على 2 تقلق على 2 فكتوري وطبعا نحن صارت 1 على 4 x 0 فالان مينس 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 1 على 6 فكتوريال x يطلق على كذا لاحظوا بصر الدالة جدا قريبة الى هذا الحد وهكذا الان بيصير مينس 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 او ممكن باختصار نكتبها بصيرة سيغما في الشكل هذا ونزيد عدد الفدول من هنا حسنا 8 كما زدنا عدد الفدول كلما اقتربت الدالة اكثر واكثر الى دالة الخصائر او واضح لو استمرينا الى ما لنهاية الدالة التقريبية والدرسة رح تكونون متساوي على ما تنمج بل تراجع و على ما تنمج هذه ممكن بسطها هذه نغد منها 2 فكتورية وهدها 0 على 1 فكتورية وهكذا يقوم ب 53 على 0 فكتورية 0 فكتورية كما تعرفون و يتحدث هذا 0 فكتورية و فكتورية و فكتورية لقد ت운� Affairs و مره One One West و سابقا بعدmouth و منس بس 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 و لنفع 然后 الاشتهاء الإمكان بالأصلاح وأبنى الساعة و سنالب و مش blueprint هذه هي مكلورن series في ال- machine وهي الحالة الخاصة لما A كانت سير واحد لكن Taylor series هي الأعمل لأي نقطة A لتأخذ شكل دال كيف نجد القيم بشكل عام بغض النظر عن الدالة وغض النظر عن النقطة التي نريد أن نقرب من عندها نفس الفكرة نحلها واحدة واحدة ولكن أول مرة تعوض بقيمة A وستغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ودع لجي هذه تصير صفر وهذه يصير بقى عندك ثيتا 1 بعدين هذه الاثنين بينزب صفر ثيتا 2 في القوس ونفس الكلام الثلاثة بتنزل ثلاثة في ثيتا 3 في القوس تربيع و هكذا الآن لو اعوض بA في قيمة المشتقة بيطلع عندي ثيتا 1 يساوي قيمة المشتقة عند A تلاحظنا معاوض A الوحيد اللي ما عندها A هي أول 2 أما الباقي كلها فيها A فكلها بتصير صفر فعرفنا الآن انه ثيتا 1 ساوي قيمة المشتقة عند A نفس الفكرة لو اللي بنحسي ثيتا 2 نشتق مرة بعدين مرة ثانية فهذا بيروح فهذا بيروح بيقى عندنا اثنين ثيتا 2 زائد مجموعة ترام كلها مضروبة في القوس هذا X-A نستخدم نفس الخدعة نعوض بA فكل هذا بيصير صفر يبقى عندك 2 ثيتا 2 يساوي قيمة المشتقة الثانية عند A نقتم الطرفين على اثنين يصل عندنا ثيتا 2 يساوي قيمة المشتقة الثانية عند A على اثنين نحسب ثيتا 3 نفس الفكرة نشتق أول مرة ثاني مرة ثالث مرة يبقى عندنا الترم الوحيد اللي ما عنده هالقوس اللي هو ثيتا 3 أما الباقي كله مضروب في القوس فلما نعوض بقيمة A طبعا كلها صارت صفر بقى عندي ثنين في ثلاثة في ثيتا 3 فنحسب قيمة ثيتا 3 نقسم الطرفين على اثنين في ثلاثة واثنين في ثلاثة اللي هي ثلاثة مكتورية فلاحظوا الفكتورة من وين جاء لانا نشتق كذا مرة فكل ما له الأسس تنزل يعني هذا هو مرة كان ثلاثة بعدين نزل محل اثنين بعدين نزل محل واحد وفي واحد اسمه مكتورية وبالنسبة للترم الرابع نفس الفكرة نشتق اربع مرة لانا نناشتق لنا اربع مرا نتخلص من كل الاترام وتنزل الاسمه أول مرة بينزل اربع و למ� entity الثراثة وبعدين بالترم الرابع فبيطلع عندنناста ثلاثة في ثلاثة في أربع ثلاثة في paragraph ثلاثة في称 ثلاثة في المحل ثلاثة في الحلم طيب ممكن واحد يسألني الآن يقول اوكي طب انا وش دري من الدالة هذي تسوي الدالة طب اوكي نسوي تطريقة هذي للأبد اوكي ورعتنا بالصورة انه كل مالها تكون اقرب وعرفنا الفكرة انه تكون يعني قيمة الدالة عند النقطة اي تسويها وقيمة مشتقة الاولى والثانية عشاس يعني تتبع ناس الانحنا لكن هل فعلا اي دالة لو افكر بطريقة هذي راح اجد كثير الحجود تسويها والاجابة لا مشرط يعني في في شروط معينة للدالة على اساس يكون لها يا مبكوك تيلر طبيعة الدالة اللي توافق الشروط خارج نطاق اهتمامنا حاليا لكن في بعض الدول اذا قدرت تثبت ان كثير ف بمعنى 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 يوجد ف اذا اتبتت فانت قدرت تثبت بمعنى 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 وزي ما تذكرون EFX عندنا تساوي دالة لكل الاسس وكلها موجود وعلى فكرة هذه الطريقة اللي يستخدمها الحاسب عشان يحسب القيم هذه يعني في الآلة الحاسبة أو في الكمبيوتر كده يحسب EFX وكده يحسب يعني ياخذ إلى عدد حدود كافي لدقة الجهاز لما ياخذ إلى ملنة لانك ما تحتاج فقط ضرب وقسمة وجمع طرحة حساب الدواء والدواء الثاني كثير طيب الآن بستخدم الثلاث معادلات هذه عشان أثبت لكم الأويلر ايدنتيتي ومعادلة الأويلر ايدنتيتي اللي هي هذه E وس العدد تخيلي I ضرب PI يساوي ناقص واحد كيف عدد غير نسبي اللي هو E وس عدد تخيلي ضرب عدد ثاني غير نسبي يساوي رقم صحيح وسالب طيب نبدأ باستخدام الإكسبانشن هذا ونعوذ بدال X نحط I X خلاص نعوذ بدال X وما تلقى X نحط I X I X هكذا الأس ممكن يدخل جوه الأقواس بصير مثلا هذه I تنبيه في X تنبيه وهذه I تنبيه في X تنبيه وهذه I تنبيه في X تنبيه وهذه I تنبيه في X تنبيه أو هكذا أبارفع I على البسط عشان يطلب الشكلها أسهل وابسط وبكتبها باكتبها باكتب I2 يعني بدال ما أكتب مثلا I تكعيب باكتب I تربيع في I هنا بدال ما أكتب I4 باكتب I تربيع في I تربيع وهكذا يعني بفكها إلى I تربيع في I تربيع أو في I يعني يصير عندي A تربيع I ما فشوف أي وسط ليه عشان بعووض عن كل I تربيع بنقص 1 أوكي؟ أنا I تربيع سوي نقص 1 فهذه بيطلع نقص 1 هذه بنقص 1 الفيهو موجب في in بيطلع معك الشكل التالي بيطلع عندك 1i 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 موجب موجب سالب سالب موجب سالب موجب موجب سالب لاحظوا أن الإي موجودة فقط عند الاسس الفردية فأنا هالمرة بأفصل الأترامل فيها i عن الأترامل ما فيها i فلاحظوا الأترامل ما فيها i هي الزوجية والأترامل فيها i هي الفردي هنا ممكن أطلع i عامل مشترك لأن كل الأترامل في وسط قوس هذا بين القوسين الذولي كلها فيها i فأطلع i عامل مشترك فلاحظوا الآن أن الدالة هذه تساوي الـ expansion of cosx والدالة هذي تشبه الإكسبانشن لسينف اكس فممكن أعوض عنها بقيمها فتصير e aus ix تساوي كوسين اكس زائد i في سين اكس فاللاحظة كيف تحولت الدالة فجأة من e aus x إلى مجموعة كوسين و سين باستخدام التيرسيري في الإكسبانشن فالآن ممكن أعوض قيمة باي لأن القيمة باي لها قيمة معروفة للسين و الكوسين فمعنى الكلام هذا أنه e aus i باي وجود عوض باي بتالي الأكس فيصير كوسين باي زائد i في سين باي طبعا كوسين باي يساوي منس 1 وسين باي يساوي 0 فخلاص صار عندك e aus i في باي يساوي ناقص 1 وهذه هي الأولر's identity بعض الناس يحبون يكتبونه كده e to the i باي زائد 1 يساوي 0 تحس إلا بدخل صفر السهل يعني لأن الصفر جميل لا توقع باش صراحة أشوف النصيغة هذي غلط لأنه وش هكدر أقول e to the i باي زائد 2 يساوي 1 أحبه الله أقول e to the i باي زائد 2.75 سوي 1.75 اه ما كل هذه غلط الفكرة e to the i باي وش تساوي مو e to the i باي زائد رقم على كيفك وش يطلع هذي فكرة بالنسبة لي ناقص واحد عندي أجمل بالصفر وليش أنا أقول المعادلة هذه بالنسبة لي علقة الأفضل معادلة وصلتها البشرية لأن أول شيء الجزء اليمين من المعادلة القيمة السالبة القيمة السالبة ترى غير بديكية أي واحد حاول يشرح الطفر الابتدائي معنى القيمة السالبة أكيد استوعب أنها شوي كذا صعب أنك تصل إلى فكرة عندك تفاحتين وأخذت منك 4 تفاحات كما تجي أنا عندك تفاحتين قل لا صار ما معك تفاحتين شوي كذا يعني قيمة السالبة حتى تاريخيا كانوا العلماء ضدها كانوا يتجنبون كتابة السالب بالطريقة هذه يكتب e to the i باي زائد 1 فهذا جانب يعني قيمة السالبة أصلا تفكر فيها غير موجودة بل لكن ممكن يعني تتخيلها يعني كقيمة خسارة كذا e الرقم هذا له علاقة بالـ growth أو التزايد وعدد غير نسبي يعني عدد الأرقام اللي بعد الخانة تستمر لما لا نهاية فـ e us عدد تخيلي أو e us عدد غير موجود هو i بالتعريف عدد غير موجود أصلاً يعني i by definition does not exist فـ e us شي does not exist ضرب pi أيضاً عدد غير نسبي أرقامها تستمر لما لا نهاية الرقام هذه لما تضربها بعض يطلع معك رقم يعني صحيح وسالب ولا مو كسور ولا رقم غير نسبي ولا مثلاً ما طلعك جذر اثنين فـ بالنسبة لي خاصية جميلة يعني وأنا أستخدم ترد على أي شخص يعني يحاول يدعي أن العلم محدود بالتجربة أو محدود بالملاحظة أو حتى محدود بالأشياء الموجودة يعني هدام يقولك مثلاً العلم ما يقدر يدرس أي ظواهر أو أشياء غير حقيقية أو أشياء غير قابلة للرصد أو أشياء غير قابلة للملاحظة أو أشياء غير قابلة للرصد الأعداد تستمر يعني فيها مال النهاية فيها القيمة السالبة وفيها القيمة التخيرية اللي هي جذر سالب واحد اللي زي ما قلت بالتعريف غير موجودة ومو بس كده الأرقام هذه مو بس يعني لعبة في عيدين الرياضيين لا في معادلات صار لها تطبيقات على عضل واقع يعني الآي هذه كثير منها في الهندسة يستخدمها يعني بعدين تلغى بعدين وتقدر تثبت فيها أشياء كثيرة والمبدأ المال النهاية اللي التفاضل والتكامل قائم عليها ولها تطبيقات هندسية لا تعد ولا تحصل باختصار معادلة جمعت أهم الثوابط الرياضيين قصيرة لكن تحمل في ضياتها معاني مستحيلة وشكرا لمتابعة أتمنى أنك تكون استمتعت واستفدت وشكرا لكم وشكرا لكم